السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وازيكم يا دكترة ويا سدزة ويا بش مهندسين طلاب دل عزاني طلاب سنة ولا سنة ويا اهلا بكم معنا في فيديو حل هومورك المعاصر على لسن تو شابتر او على يونت وان لسن تو او بيس اهنا بيضع ليه في المعاصر كده اه شابتر تو يونت وان طريقة يلا بيان نتكلم مع بعض في الجزء بتقول عايزوا الغالي السؤال الاولاني بيقول لك مين في دول اقل في الهارموفول يا جماعة هلا السؤال ده بكده الاقل في الهارموفول هو الاصغر في السايز طيب يبقى ايزا يا مستر مين اصغر واحد دول في السايز اللي فيها تين باور نيجاتيب ففتين يونت ميركري ولا سيكس ولا ناين ولا تين اه دي اصغر واحدة في السايز يبقى دي اقل واحدة في الهارموفول افكت فاركز معي كل ما السايز ما بيقل كل ما الهارموفول افكت بي ايه بيقل سؤال نمبر تو اه ريشو بتوين مايكرو ميتر و نانو ميتر ايكوال كانت من المايكرو للنانو فيه من في النص في حاجة؟ لا في ميلي في ميلي وبعدها في ميكرو وبعدها يا ده كترة في مين؟ في نانو حلوة اوي 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 يا مستر طيب يا مستر من الميلي للمايكرو ومن المايكرو للنانو ايه اللي هيحصل حضرتك؟ من الميلي للميكرو تايم اس تين باور تري طب من المايكرو للنانو تايم اس تين باور تري يبقى الإجابة الصحة تبقى هي الإجابة بيه طيب السؤال بعد كده يا ده كترتنا بيقول لحضرتكم هه value zero point three zero point هه value of zero point zero three في النانو سكين او نانو ساكند يطلع هعملها ازاي؟ بص حالك معاي هي بالساكند صح؟ يبقى عشان احول من اليونت للنانو تايم اس تين باور تايم اس تين باور ناين يبقى هقول zero point zero three time is ten باور ناين تحسبها على الكالكوليتور تطلع لك three times ten باور seven وديه الإجابة الصحة اللي هي الإجابة بيه السؤال بعد كده يا شباب بيقول له حضرتكم number four amount of 0.398 meter amount of 0.398 meter بتساوي تعال نشوف كده يا شباب three nine eight milli تعال نشوف عشان احولها من الميتر للملي يعملها time is ten power three يعني هتبقى three nine eight milli meter يبقى ديه الإجابة الصحة اللي السؤال بعد كده يا شباب بيقول له حضرتكم which of the following substance عندها largest mass أكبر mass ألف ملي جرام يعني بتساوي one gram one kilogram آه ديه كبيرة طب ديه ten thousand gram يعني بتساوي ten kilogram يبقى ديه الإجابة الصحة يا مستر ها هنا ten thousand miligram ديه بتساوي هيا ده كاتريتي ten grams يبقى أكبر واحدة فيها الإجابة أو أكبر إجابة عندنا أكبر رقم عندنا في الجزء ده هي c السؤال بعد كده بيقول له حضرتك which of the following pairs of masses are equal مين في دول equal ten power three micro يا دكتور العزو الغالي ten power three micro ten power six nano دول equal اه لانت لو حولت من المايكرو للنانو times ten power three يبقى لو قلت ten power three و ten power three يبقى equal ten power six يبقى بيساوي بعض ده بالنانو حلوة اوني طيب ماشى يا مستر ten power nine nano و one gram تعال نشوف ten power nine nano gram و one gram ايه رأيك يا دكتورة او يا عنده السابق هل دول equal وهو ال one gram في ten power nine nano gram عشان احول منهم بيعمله من الجرام للنانو بيعمله times ten power nine يبقى دول equal طب zero point one miligram و zero point zero zero one gram هتعال نشوفها zero point one miligram حلو قوي احولها للجرام هعملها times ten power negative three هي cut one يبقى هزود عليها one two three one زودت عليها ثلاثة zero هل دي بتساوي دي؟ لا يبقى c هي اللي exception هي اللي مش صح هي اللي فيها اللي اتنين مش اكوال ولو جينا بصنا هنا هنلاقي اللي اتنين دول equal عشان احول من micro للميلي هلاقي من الميكرو للميلي الفعلي بينهم three ودول الفعلي بينهم three zeroes يبقى الاجابة صح او من ميلي للميكرو فعلي بينهم three السؤال بعد كده يا شباب سؤال number seven ها opposite figure شو graduated cylinder the suitable measuring unit اللي ممكن استخدمها عشان اقيسة الفوليوم في الجليادية والسيلندر اليونت المهم ان انا استخدمها عشان اقيس بها الفوليوم في دي اكيد يا مستر الفوليوم بقيسه بالكيوبك سنتيميتر ده اللي بقيس الفوليوم لا دا ولا دا ولا دا دي اليونة ده الفوليوم دي حاجة معروفة البقيس الفوليوم بالميليليتر او الليتر او الكيوبك سنتيميتر السؤال هنا او هنا جزء من الاسئلة على الجزء اسمه نانو سكيل طول عائزو الغالي رئيس قسم الكيمستري بيقول له حاجة عشان ريشو اكيد بين الفوليوم والسيرفس اريا واحنا قلنا دايما في النانو سكيل بنتكلم عن ريشو بين الفوليوم وبين السيرفس اريا سؤال نمبر ناين بيقول له حضرتك من الماكرو سكيل للنانو سكيل من الماكرو سكيل للنانو سكيل معادة مين؟ كله بيفضل ثابت معادة السيرفس اريا السيرفس اريا بتزيد يبقى الاجابة الصحة هتكون في سؤال نمبر ناين هي الاجابة ايه؟ سؤال نمبر تن بيقول له حضرتكم بيعمل تشينج في كل ده معادة مين؟ الرياكشن بتاعها مع الكولر ا السيرفس اريا معادة الاتوميك كومبسشن الدكتور العيزو الغالي رئيس قسم الكامستري بيقول له حضرتك مين في دول بيوضح لك الريليشن بتوين الفوليوم بتاع النانو بارتيكلز اف كبر والهاردنس بتاعته لو جينا بصينا كده قلنا ان الفوليوم بيحصل له ايه؟ تاع الكبر بيقل والهاردنس بيحصل له ايه؟ بتزيد في الريليشن بينهم يبقى الاجابة الصحة هتكون هي الاجابة دي عشان هما حينا السؤال دا بل كده مع بعض السؤال تاني مين في دول بيوضح لتشينج بين السيرفس اريا والفوليوم؟ ها وين الكيوب لما بيت اسم السيرفس اريا بتفضل او السيرفس اريا بتزيد والفوليوم ريمين كونستانت؟ سؤال سهل سؤال دي سؤال نمبر ثيرتين بيقول لحضراتكم هنا مين في دول اكتر هاردنس؟ قلنا لما الفوليوم بيقل الهاردنس بيزيد مين اصغر واحد فيهم الدين؟ يبقى بيقول مين في دول عنده اكتر هاردنس؟ هنقولي الاجابة الصحة هي الاجابة دي يا دكتوري العزيز والغالي سؤال اللي بعد كده يا دا كاترة ويا سادزة ويا بش مهندسين هو سؤال نمبر فورتين هنا بيقول لحضرتك ايه؟ الفجر اللي قدامة بيوضح ثري سامبلز لنفس السابستنس الماس بتاعتهم كلها حاجة واحدة ففتي جرام لما دوبناها ان فايف هندرد ميليليتر اتقسمت اها او عند الروم تيمبراتشر لقينا الريت اوف دي سوشيشن بتاعت السامبل سي هي اقل واحدة ليه؟ ليه السامبل سي التفاعل بتاعتها بقى اقل الساينتيفك اكسبلينيشن لسامبل سي عشان هي اصغر سيرفيس اريا ولا عشان هي اكبر سيرفيس اريا هنقول يا مستر الاجابة صح في سؤال نمبر فورتين عشان هي عشان السامبل سي كلهم عندهم نفس الفوليوم لكن السيرفيس اريا هنا اكبر حاجة ودي بعدها اقل واحدة فيهم هي دي يبقى سمولست سيرفيس اريا يبقى الاجابة الصحة هتبقى مين يا شباب؟ هتبقى الاجابة بي السؤال البعد كده بيقول لحضراتكم نانو كاميستري او ليه علاقة بالاسئلة بتاعت الناو كاميستري النانو كاميستري بيوضح لك البارتكلز البارتكلز دي او بيوضح لك السايز بتاعت البارتكلز عند النانو سايز لازم تكون ايه؟ عندها يوني دايمانشن مش شرط عندها لينث ويدث عند النانو مش شرط ماشي عندها بس مش شرط عندها تلاتة سكيلز؟ لأ عندها على الاقل واحد نانو دايمانشن؟ اه عشان تبقى نانو سابستانس لازم يكون عندها على الاقل ون نانو دايمانشن السؤال اللي بعد كده بيقول لحضراتكم بيعتبر من الوان نانو دايمانشن؟ مع عدمين كل دول بيعتبروا وان نانو دايمانشن؟ مع عدمين ثين فيلمز؟ تعتبر وان دايمانشن؟ اه يا مستر نانو شل يبقى الاجابة الصحة عندنا هي الاجابة بي وكمان نانو فايبرز دي برضو وان دايمانشن تلعيزوا الغالي سؤال ننبر سيفنتين بيقول لك عندها مين في دول عندها الديمانشن دي؟ طبعا دا كده مش نانو طب دا دا مش نانو طب دا ممكن دا يوصل للنانو يبقى دا يوصل للنانو يبقى عندها وان دايمانشن يبقى ثين فيلمز عندها وان نانو دايمانشن ماشي يا مستر فهمت أصدر حضرتك؟ السؤال اللي بعد كده سؤال ننبر ايتين بيقول لك دا سكريم حلنا قبل كده بتاعة الموبايل ها قلنا بنستخدمها بنستخدم فيها حاجة اسمها ثين فيلمز عشان نغطيها طب الثين فيلمز دي معمولة من ايه؟ وان ولا تو ولا ثري نانو دايمانشن أكيد يا مستر معمولة من وان نانو دايمانشن حلو جدا سؤال ننبر ناينتين باكيبول ثري نانو فايبر وان نانو شيل ثري كاربون نانو تيوب دي بتكون تو دايمانشن سؤال ننبر تويني بيقول لحضراتكم يا دا كاترة ويا أسدزة ويا بش مهندسين الاتومز بتاعة الكاربون نانو تيوبز بتبقى عاملة لينك مع بعضها في ولا فور ميمبرد رينج ولا فايف ميمبرد رينج ولا سيكس ميمبرد رينج دا كاترة ويا سدزتي اتومز اف كاربون نانو تيوبز لينكت توجيذر اين؟ ركز معا في الحديد دي قوي كل كاربون تيوبز وحللناها دي عندنا في الأسئلة بتاعة اهي عاملة كده كلها لينكت توجيذر في سيكس او هيكساجونال شيب يبقى سيكس ميمبر رينج ها يبقى كلها عندها اشكال سيكس ميمبر ايه رينج السؤال هنا بيقول لك نانو سابستانس الديمانشنز بتاعتها بتبقى تويني خيبتكم احنا بنقولوا الكلام دا بسرعة شوية عشان احنا حلناها قبل كده في الأسئلة اللي عندنا في الجزء بتاعة الريفاجن نانو سابستانس الديمانشنز بتاعتها ده تبع النانو 50 تبع النانو لكن ده مش تبع النانو ليه عشان احنا قلنا ان النانو سكيل من اول ون لحد كام يا شباب لحد 100 نانوميتر ده الرينج بتاعه ده السكيل بتاعه طيب فيها 2 دايمانشنز هل كافرينج البرودكت سيرفز لا ده الوان دايمانشن اللي هو اسمه ثين فلمز هل دليفرينج الماديسنز انسايد هومن بادي لا دي الباكي بول وتبقى ثري دايمانشن طب هل بايولوجيكال سنسور اللي اتنين دول يا مستر ها بيبقوا استخدموا كبيولوجيكال سنسور السؤال اللي بعد كده سؤال نمبر 22 واحد من الاستخدامات بتاعة الثري دايمانشن نانو سبستانس يا ترى ايه باستخدموا في ايه هل باستخدموا في المانيوفاكترينج اف نانو روبوت لا ها باستخدم الثري دايمانشن اللي هي زي حاجة اسمها الباكي بول باستخدمها في ايه بحط جواها مادسن وبتعمل يبقى الإجابة الصحة هتكون هي بي السؤال بعد كده يا شباب نمبر 22 الباسبل بتاعتي ها او باسبل دايمانشنز في الفيجر اللي قدامك ده ايه الباسبل دايمانشنز بتاعتك او بالنسبالك هل بتبقى دا ثري دايمانشن خلي بالك كل كاربون يادا كاترة ويأساتزة يا باش مهندسين متوصلة كده 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 خلي بالك وركز معايا قوي ايتي سيكس او هنا 300 لا دي فيها لكن دي ما فيهاش يبقى دي كلها ما عنداش غل وان دايمانشن وانا عايز حاجة عندها لاندي اسمها باكي بول والباكي بول عندها طب دي لا ولا دي واحد بس طب دي اقل من 100 وده اقل من 100 واقل من 100 يبقى الإجابة الصحة هتكون مين يا مستر هتكون الإجابة عشان عندها سؤال نمبر 24 بيقول لحضراتكم باستخدام عشان تستخدم يعني مين في دولين فعاستخدامها في علاج الأدوية أكيد أي حاجة عندها طب هل ده عنده هل ده نانو دايمانشن لا طب ده ممكن يبقى نانو دايمانشن آه ممكن طب ده ممكن يبقى نانو دايمانشن لا يبقى أنا بدور على الأرقام في دول واشوف مين في دول عنده النانو دايمانشن طب تعالوا نبص كده على بيه ده ممكن يبقى يبقى ده ممكن وده لو طلعنا كده قدام هيبقى صح وهنا كده كده عنده واقل اكتر من واقل من 100 يبقى الاجابة الصحة هتكون به يبقى هنا عندك لعبة في النمبرز اللي موجودة عندك السؤال اللي بعد كده نمبر 25 لازم تكون نانو وده نانو وده نانو يبقى من ضمن الصفات بتاعت الحاجة دي هل هي عندها سوبر كوندكتيفتي عندها سوبر كوندكتيفتي ولا عندها هاي هاردنس ولا بايند ايزلي وده بروتين ولا بتكون هولو اكيد يا مستر اكيد هي هولو عشان عندها او بنحط جواها الميديسنز وده هتبقى يا اما نانو شل يا اما باكيبول واللي اتنين بيكونوا من جوا هولو عشان بيستخدموا يعالجوا الامراض او كاريير سؤال نمبر 26 بيقولك what is the number of carbon atoms are linked to each carbon atom in باكيبول ايه عدد ال carbon atoms اللي linked to each carbon atom جوا الباكيبول قلنا الباكيبول كده فيه كاربون هنا وهنا فيه كاربون وهنا فيه كاربون وهنا فيه كاربون كل كاربون اتم كونيكتد مع كام يا شباب مع ثري كاربون اتم في الباكيبول سؤال نمبر 27 نانو شل عندها two dimensions twenty five nanometer and thirty nanometer البروبا ايه الاحسن third dimension هو قالك نانو شل ايه احسن third dimension لها اكيد هيكون في النانو ده thirty nanometer ده مش تابع النانو ده مش تابع النانو ولا ده تابع النانو يبقى ايزا يا مستر الاجابة الصحة هتكون هي الاجابة B السؤال بعد كده يا دكاترا ويا ساتزا ويا بش مهندسين بيقول لحضرتكم nanoparticles covered بنغطيها with gold used to treatment of A nanoparticles بنغطيها بالجولد اكيد بتستخدم في علاج الكنسر وليه اللي اكتشفها الدكتور مصطفى السيد الدكتور اللي عايزه الغالي من ضمن الابليكيشنز السؤال على الابليكيشن بيقول لك ها قلناها قبل كده اللي هو الارتري الاساسي اللي بيطلع من القلب ده حيان بيحصل له بلوك بيتسد بيستخدم مين عشان يكسر الحاجة اللي جواه بيستخدم حاجة مستر حاجة اسمها نانو روبرت او نانو روبرت ده بيقدر يشيل البلاد كلوتينج واي حاجة بتبقى سؤال نمبر ثيرتي عندها الكندكتيفتي بتاعتها عالية قوي يا ترى ايه الحاجة اللي بتوصل الكهرباء اكتر من الكبر اكيد يا مستر هي الكاربون نانو تيوبس عشان هي من ضمن البروبرت بتاعتها ان عندها كوندكتيفتي للكبر هاير ذان او كوندكتيفتي للإلكتريستي هاير ذان كبر كده يا تكاتر ويأسال زي بشمانسين نكون حالنا مع بعض اسئلة المعاصر المقالي كلها يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده فيديو سريع عشان حالنا الاسئلة دي قبل كده مع بعض في الحصة وفي اسئلة يا رب تكونوا استفدتوا منها واستنونا ان شاء الله بإذن الله في الاسئلة بتاعت شابتر تو شابتر مهم وتقيل ومحتاج كل سؤال تشوف طريقة حلو عاملة زي يا رب تكونوا استفدتوا نقدر لكم كده دلوقتي كده الريفاجين عندكم كلها موجودة كاملة كل الاسئلة حلناها وجهازوا نضرب النار امتحان الشهر بتاعنا امتحان تقيل محتاج تركيز وتشغيل دماغ ونشوف الناس اللي هتقفل امتحان الشهر هدايا حلوة جدا 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 مش عايز اقول هدايا ايه بس عايز اشوف انتوا هتعملوا ايه كده نقدر لكم بالتوفيق ليكم شدوا حالكم والسلام عليكم